السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم اصدقائي متعمل قناة فيوتر كوين وقناة متسي ووليد عالم بيتكوين فيديو جديد على قناتنا رح نتكلم فيه عن حرق عملة تيرا لونا كلاسيك وكامل عدد القطع المحروقة اللي مفروض تقوم بحرقة منصة بايننس غدا ابل ما نبرش في فيديو اصدقائي بيتمنون تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة تفعل زر الجرس حتي يبصلك كل جديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسى انضم لقاتنا على التليجرام رح ترك لك الرابط اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بنار القناة خليكم معنا لبعد الانترو طبعا اصدقائي ما نصد بايننس رح تحرق من عملة تيرا لونا كلاسيك بعد ثلاثة ايام من الان عملة تيرا لونا كلاسيك حاليا بسعر 0.3016 بعد الانخفاض الكبير اللي تعرضت له العملة من منطقة الثلاثة وعشرين طبعا حاليا عندي منطقة تجميع مهمة اللي هي منطقة ما بين الثلاثة عشر الى منطقة الاداعش هاي المنطقة اللي طلقنا منه الى القمة السابقة للعملة حاليا نحن نتوجهين الى القاعة مرة اخرى و الى منطقة التجميع نقوم بالشراء من هذه المناطق ننتظر اختراق الى الترند الهابط وبعدها نشوف ارتفاع كبير بالعملة طبعا هذا الشي كمان بيعتمد على ارتفاع البيتكوين حاليا البيتكوين انصدقائي عنده مقاومة عديدة عند منطقة الـ 18000 دولار حاليا عم ننتظر اختراق منطقة الـ 17000 دولار وبعدها نتوجه لمنطقة الـ 18000 دولار طبعا اذا رفضنا من منطقة الـ 18000 دولار ممكن نرجع نستهدف منطقة الـ 17000 دولار نمشي بشكل عرضي بعد اختراق مرة اخرى لكن الى حد الان ما بنقدر نقول ان الوضع ايجابي الا عندما يتم اختراق مقاومة الـ 17000 دولار في حال فشلنا بالاختراق وكسرنا قاع البيتكوين اللي هو عند منطقة الـ 15800 طبعا رح نشوف انخفاض للبيتكوين وكمان انخفاض لـ Tera Luna Classic ونستهدف منطقة الـ 0.3012 شو بنسبل حرق عملة تيرا لونكلاسيك عم بارتفع الرتم اليومي للحرق عن طريق معاملات الحرق اليومية عم نشوفها صار معاملات الحرق اليومية عم توصل الى 41 مليون قطعة حرق وطبعا اقصى حد وصلنا له هو 250 مليون قطعة حرق طبعا هاي عملية الحرق عن طريق ذريبة الحرق الخاصة بالمنصات طبعا مصد بايدنز رح تقوم بحرق عملة تيرا لونكلاسيك ورح تحسب عدد المعاملات من يوم 3010 الى يوم 3011 طبعا انا وفرت عليكم كل التعب وقمت بعملية حسابية من تاريخ 3010 الى 2911 حسبنا كل هالأيام طبعا باقي يوم غدا هو اليوم الأخير باحتساب عدد القطعة المحروقة لعملة تيرا لونكلاسيك خلينا نحسب بعضنا عدد القطعة المحروقة طبعا اصدقائي انا جمعت حجم التداول اليومي وطلع معي 5 مليار و 724 مليون دولار هاي اجمالي فوليوم على العملة خلال هذا الشهر يعني حجم التداولات على عملة تيرا لونكلاسيك كان 5 مليار و 724 مليون دولار طبعا لازم نعرفش قد النسبة الخاصة من منصة بايدنز منضرب هذا الرقم بـ 25% 25% هي حصة منصة بايدنز يعني حجم التداولات على منصة بايدنز فاقة مليار و 446 مليون دولار طبعا نسبة اللي اتخذها منصة بايدنز حسب كلام منصة بايدنز هي 0.1% ضغط عليه وساوي طبعا رسوم اللي اغذتها بايدنز من المعاملات هي مليون 446 ألف دولار ها هي الرسوم اللي اغذتها منصة بايدنز من المتداولين على عملية تيرا لونكلاسيك اذا نرجع لتغريدة منصة بايدنز او مقال منصة بايدنز بتقول ان احنا رح ناخذ الرسوم حرق 0.1% نرجع نفتح الالي حاسبية طلع معي طلع اجمالي الرسوم مليون 446 ألف دولار طبعا قطع الوحدة من عملة تيرا لونكلاسيك خلينا نشوف القطع الوحدة كم تساوي ندخل على النظرة العامة نزل الى الاسفل وبهاي الخانة بقبس 1 دولار طبعا الواحد دولار حاليا بساوي 6180 ندخل على الالي حاسبة نضرب هذا الرقم بستة الاف 6180 نضغط على يساوي اجمالي عدد القطع المحروقة تساوي تقريبا 9 مليار قطع محروقة ندخل على لونكلاسيك بورنر اونلاين ستوصل عدد القطع المحروقة تقريبا الى 27 مليار قطع طبعا اجمالي قطع المحروقة الى حد الان 28 مليار قطع 10 مليار قطع محروقة عن طريق رسوم التداول 18 مليار قطع محروقة عن طريق ارسال القطع الى محفاظ الحرق طبعا نرجع على موقع تيرا لايت طبعا عندي 18 مليار ونصف هدول ارسلوا الى محفاظ الحرق الخاصة بعملة تيرا لونكلاسيك وعندي 10 مليار قطعة هي المحروقة عن طريق الرسوم الخاصة بالمعاملات والحرق اليومي او رتم الحرق اليومي وصل الى 371 مليون قطعة اصدقائي بكم وصلنا للفيديو باتمنع الفيديو كلنا اعجابك لا تنسى تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم المعاملات رقمي مع السلامة دونتم بخير موسيقى 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 اشتركوا في القناة